السلام عليكم اخوان شلونكم حبايب شون صحتكم اهلتكم شلون هم عوائلكم ان شاء الله كلها بخير صحة وعافية والله اشتاقيت لكم اخوان بس تدرون شنو هي المشكلة انه مثلا اني ما عندي هنا انا بكندا طير يعني ولا طيور هي نفسها يعني ما معقولة اظل اقول لكم هاي لفح المالتي وهاي جمال لفح المالتي وهاي ماذا شنو شوفوها حتش انا ما فيه الكفاية اليوم زيان واللي يتفرج عليهم ام يتفرج عليهم ما بياشي ماشي حبايب فما عندي اطير حتى يوميا اجدد الموضوع هو من يصير روتين يصير محلو فانت من تلاح الظلد تعيد نفس الموضوع تعيد نفس الموضوع تعيد نفس الموضوع محلو يعني العالم تميل وما تبدي تشوف الفيديوات ما لك وتبدي من تشوف الفيديو وتميل من عندها تقول نفس الحكي صحيح حقهم يعني حتى انا من الناس اميل فاني ما عندي شي دي جدد حتى اقدر اواصلكم بي مجرد تواصل كل اسبوع مرة كل جمعة مرة يعني كل خميه سيتي فاراويكم بس لطيور ونحكي على مواضيع اذا من تجي ببالنا مواضيع نحكي بيها لاي المواضيع زيان فالمواضيع اللي اني حكي بيها سلي دارد احكي بيها والله اخوان باوع اردك تشوف القاع شوف القاع شنو ما تروسه شنو ما تروسه ما تروسه ريش كله نظفت البارحة همينا اخوان هذا الريش يسبب تنفسية بس مو تنفسية لالتهاب اللي يصير تنفسية لا تشوف الطير يكوح يعني يقوح وهو ما بيشي هذي حساسية سولين هذي هي عبارة عن مواد شمعية تسقط من الريش من يبدل ريش الطير شوف هسا ذوله مالا خلق ارابيكم يا عنقرو شوف هاذا رقبته كله محفر الجسم كله محفر شوف هاذا كله محفر شوف هذاك اللاخل فوقها هذاك كله محفر شوف حتى قصتها رايحة فهذا من يذب الريش يذب مواد شمعية فوق الريش هذي المواد الشمعية حتى من تلم الريش انت من تلم الريش تبقى هاي المواد الشمعية بالقاع فلازم ش تسوي من تنظف البرج ترش القاع ترشها يعني خاصة لعدكم بالعراق جو حار رش القاع يا اخي رشها القاع ودائما خليلهم حمام يسبحون دائما خليلهم يعني انجانة قاشة شوف شنو شنو تيتخلي لهم صينية يسبحون بيها لان هذا من رح يسبح بيها الطيار يوقع الوصخ ماله يصير شكله كلش حلوم زيان فهذا اللي جاء اقولكم عليا ماشي حبايد فاهم شي اهم شي اتحافظ عليهم بوقت التبديل الريش يعني خلي الطيار يعني يتمتع يبدي الريش بس هذا قلت لكم اخوان خطر كلش خطر هذا الريش كلش خطر هذا الريش كلش خطر حس سألي ليش خلي صاحبة شوفها صاحبة رجعت شغلتها زيان تسحب الريش باعشون صاحبة ريش هذا كلما يطير الطير ويحوق ينزل على اكل يطير مثل هذا يطير هذول يطيرون هذا من يطير يقبب هذي الفودرة الموجودة فيتمرض الطير خطيئة ليش حرامات يتمرض الطير عندك هو كلش ما بيه لان هذي تسبب عنده حساسية تسبب عنده حساسية وتسبب عندك هم حساسية فهو هذا التحسس للريش مار طير هو هذا التحسس اللي نقول عليه نقول يتحسس الانسان بالريش مار طير يسوي عنده حساسية تسبب قصبات أبو الربو يتأثر حيل بيه فأخوان نظفوا قفاصتكم زيان شوف هذا شو المنتي مع قصته قادية بس لحن نظفوا قفاصتكم أخوان حتى طيوركم تبقى نظيفة وتبقى صحية زيان هذا اني احلى قير عندي هذا احب هذا الوجه شوف شوف الافحل باع النقش مالها شوف شوف نقوشاته قد حلوة فهذا اللي رب تقملكم علي اخوان والله اني ما عندي شي بياكم صلوات طلع لهذا الجوزي طبعا ها اخوان اريد اقولكم الجوزيات مالتي جاي بالكبر تكشف يعني ما عرف يرجع الاصل هل هو الجوزي مني هو من احمر واصفر يطلع جوزي فيرجع الرسماله يرجع الرسماله الاولي يعني شوف اسا اراويكم اسا اراويكم شوف اسا هذا هذا بعده يعني مو كلش مصافي بس اراويكم جوزيات عندي يعني صفة الى درجة يعني شوف هذي هاي الاماية كانت جوزية باوع هاي الاماية كانت جوزية هما اراويكم ذولة ازلت هنا شوف هاي الاماية كانت جوزية صارت صفرة هسا هاي صفرة له جوزية هاي الجوزية هاي جوزية بس هاي صفرة هاك شوفها صفرة ازلت هنا بضرنقات زوج بضرنقات مكحكلات عندي وعندي زوج شكريات مكحكلات وزوج جوزيات مكحكلات ازلت هنا ويزواجل الزواجل يتقانطون بيناتهم هاي مبيضة زوج مبيضة هنا كمية راح اخلي البيض لينترون شنو هسا اقولكم هو متأخر وي راح اتنام على البيض اشي البيضة كسرة يتقانطون مرتلاق اشي البيضة كسرة يتقانطون مرتلاق فاسرح اراويكم ليش ابقي البيض هسا اقولكم اراويكم هنا شوف اخوان نفس الحش اللي حشي هنا على الريش شوف هذا كل الميته من قطبط دينا الريش شوف اخوان باع الريش باعوا الريش هذا طبعا لامة فلا لذلك ما تشوف بس همه شوف هذا الناعم شوف هذا الناعم همينا هذي الزغار جاي تبدل باعوا هذا الزغير ديبدل هذا ديبدو ريش هذا ديذبريش بشوف صلوات الزغار شون حلوات باعوا هذا الرس اللي ثبتناه اللي صار عندي اللي افحل كلها بكعكلة عندي بس ثمانية ما بكعكلة الطواير اكثرها ما بكعكلة اكثرها طواير ما بكعكلة زياد شوف اراويكم ياهم طواير اكثرها بس ما بكعكلة يعني شوف نادر يمكن نادر يمكن فد عشرة اثناعش وحدا مكعكلة من مجموع خمسين يمكن عدل بذرنقات والجوزيات زين عدل بذرنقات والجوزيات جا تشوف وجود طواير يعني واحد يجي يقول لي انطيني من ذو نظامهم عمي اني مضام وطيور مضام وطيور اني طيور يقول ايه هيا انا كلها قدامكم وكلها جاي يصورها بالفيديو كلها جاروكم ياه بالفيديو بس هذا الحجي ليش انطيني من نظامهم اني مش عندي ضام اني جاي يقولكم صراحة ايه المصدر اتخínhك 5 نذهب اعرفهم من يوم هذولك 5 نذهب اتخذ ك Sangyl ذو كامه هذول الامهايات هاي الفوق هاي الفوق مايات ديش اللخ البعيدة وهاي البصفة هاي الامهايات هذي امهايات الصلم اللبقيتهم هذي وحده وهذي وحدهم تحاجين وهذي اللخ هذي هم بقيتها من الجدد فبقيت لخمسطاعز زوج تقريبا شوف هذا هذول البيع شوف هاي الحلوات هذول كل من الحلوات للبيع باول حتى الجوزيات شوف هذي قلت لكم قلت لكم الجوزي ديصفي عندي ديصر أصفر هاذا من الأول طلع أصفر باعه شوف اخوان هذا مو جوزي هاذا أصفر شوف أخوهم طلع أصفر ديبدل هسا هاي جوزية ضيفة هذي قلبة صفرة يعني الجوزي كلش فاتح بس هاي لا هاي صفرة هذي نفية من القدامة ايه هاي النثية القديمة هاي الزق أغرات هغرات هم كحكلات هذي الأماية الزق أغرات هم كحكلات همينة هذي الأماية هذي الزق أغرات هم كحكلات وهاي الزق أغرات هم كحكلات هاي النثية البقية يعني قلت لكم شوفوا الحالات كل من البيع كل البيع حتى على ابو نقطة اللي يريد اعمل البيع لأن عندي طوائر هوايد مزيلا هسا تصفي اتكمل ان شاء الله تصفي وراويكم ياها من اتصفي لطوائر خلوكم ياها من اتصفي اخوان الحلو بي اللي صار ولدي شوف الفيديوهات قبل كم يوم اتصل بي قل لي اردج اشوف طيوره قلت له هنا وسهلين بيك تعال قلت له وساني ما دخلك بالقفص جوه زيان لاني بس منبر من الشباق قال ما يخالف اجي دخلته من الشباق قام يتفرج على الطيور قال هاي شنو مفاهلي طيورك شنو هاي الحلاب طيورك شون لامهن ايجي قلت لاني مو لامهن اذنى تصقيق مالتي انا امرهم شي على شي ومزقق هاي الطيور قل لي عاش تيدك على هالفن هذا بالتصقيق عاش تيدك على هالفن هذا بالتصقيق بحيث نطلع طيور كلها وجوه جسم تحاجيل الوان يعني صفراوي دمي مش مشي كل الطيور عندي فقال لي انا شا اريد منك قلت له شنو تريد؟ قال انا ما اريد منك شي هسه انا عالموسم زقق لي اريد اشقدت اطبق كل الطيور عندك جد عندك كفحل وطواير اطبقها كلها قلع لي وجبة بس الوجه باش تطلع اليه يطلع بدرنق اليه يطلع جوزي اليه يطلع اغر مقبط اليه يطلع مكعكة اغر ما تشيل ولا واحد قلت له ما تشيل ولا واحد بعيني قالوا انو تخابر احنا ونتشاوف همينا واجي اشوف الفرخات من تفقس ومن تطلع وجوه ومن هالي قلت له صار اهاني بخدمتك زيان قال لي ونشوف على الظرف لانه بها تقريب طلع هنا يمي قال لي ااني اشوف الاطيور واني جناي فرخة ااني بالعراق شنة اربي فرخة بس هنا انا من جهت الكلدة ااني بالصدفة شفتك لقفتك لقف قال لي ااني ما اعرف ان انا اكو واحد يربي ايجي طيور ويطلع ايجي طيور ويقدر واحد يطير يرجع يتونس مرت الله قال لي ااني تقريبا راح انحال التقاعد فعلي اريد انحال التقاعد اريد فتشي اقاطي بي وكتي اتسلى بي قال لي وراح اراوي كان الفرخة شون اربيها وشلون اطيرها هم نتونسو ايا هم نروح يما نشوف مكانه قال لي تعالى تفرج على مكاني مكاني كلش حلو لا عندي اشجار لا عندي شي حديقة شبيرة عندي ابني براجة بيها تساعدني قلت لا ساعدك ايه قزين قال لي ابني براجة بيها وانت على ما تزقق انا اكون مكمل البراجة ونتونس قال انا ما ابد ما ازقق انا ما اعرف اصلا ازقق انا جناي فرخة قال لي اهزم لك الاطوائر الابود تروح ساعتين انا معتب وهزم لك الافحل تروح ساعتين قال لي تكبر انا بخليها مفروضة مفروضة الى ان طلع مرضا المفروضة قال لي انا ما اكو واحد يعني تخبط وياه والضيع وتنزل راح تروح تفتار 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 تهيش ترجع مرت الله وين تروح قال اذبها عالف حل تتقامط وياها عالف حل هذول يشبعون وذول يشبعون ارجع افردها مرت الله وطير بيها تونس كلش خوش فكرة وعجبتني وتونس قلت له انا همينا اذا كلش انا همي ربي وجبة ونتونسان وياك نفك بيها نطير بيها نتخابط هو قريب عليه فتح عشر كيلوات زيان فقلت له اوكي وتونست بالحقيقة والله تونست عليها كلش تونست عليها بني قل لي بس تعرفون افوان اقول لكم يا بصراحة ظروف الانسان هنان شوف هذول انباعوا قال ما دام جوب الحكي هذول الجوزيات انباعوا هذول صفر باع باع بعجين احباو ذهبي يلمع باوع اقول لهم انباعوا ذولا وند صديقنا كلش عايز علينا اجعل خذهم رح ياخذهم بع اسبوعين فوانسني هذا الولد كلش وانسني زيان ونتخابر ووحي يسلم على الله ووحي يصبح على الله وماذا شنو الولد كلش متونس على الشغلة زيان باوع المكان مالتي قال اللي حقك عمي انت من ما اطير راويت الفيديو ات اللي انت طير بيه قال اشلون قدرت تطير هنا انا شلون شلون قدرت تطير يعني انت ما عندك مكان فقيت لبعض صار تحدي قالوا لم تقدر تطير قلت لما اطير واخلي تحط بنفس المكان وخلي تحط بنفس المكان وشفت الصعوبات حيات اخوان نرجع الحشينة لا تنسون تنظفون البرج دائما وتشيل الريش وترش مي حتى يثبت هذا علقاع ماشي حبايب انا ما اريد اطور عليكم الفيديو وات همين انا هذول ما انطيوم غير باثنعش انطيوم يلا اكد السبا اكد اراويكم حشيت لكم قلت لكم راح اراويكم الفرخات مازواجل شوف الفرخات مازواجل شلون حلوات صاروا هذول الزازات شوف هذا الكحلي جبنا هذا الكحلي اطلع فحال هم ده يصفي خطير رقبته كل هذا تصفي ما كوا من ما كوا من بك ده يعني ما هذري جاي يدور جاي يدور ما كوا فهاي الطايرة شوف هاي الطايرة راح ازوجها جاية عجاية هاي الطايرة هس ليش قلت لكم خليت الزواج اللي بيضون لان هاي الطايرة راح تبيض هس كبرو فرخات هس اراوي لكم فرخات فرخات كبرو شوف هاي الفرخات خل ازغر لكم الشاشة هاي الفرخات مالهم ذول الزازات كبرو هس الش راح تسو هي راح تلقي لمكان تبيض لان تبيض ازرقهم هناك كل ما تبيض ازرقهم هناك كل ما تبيض ازرق 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 ونشوف شي صير الله كريم وذول مبيوعين ولد ما اخذهم يعني رايدهم زيان هذا بس لا مشروع الحلقة مال لا اذي تعد 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 اصعد 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 شوش شون حلوين فهذا اللي عندي لكم اخوان والله ما عندي اكثر من هذا زيان بس حبيت اتواصل وياكم وحبيت اراويكم اللي كان ببالي فهذول شوف هذا الكحلي هو طلع مو كحلي طلع هذا من الطيور السورية سوري هذا يسموه بوز بوز فهما يعني كان كحلي يعني بالنسبة الي اشوف كحلي بس هو طلع اصلا اصلا مو كحلي ولا السوري عرفة مو آني زيان فراح نذب على هاي الطيرة ونشوف الله كريم على الموسم الجاي موس هسرا حضرت بيض نحط جو الزواج الماشي عبايب هاي الزواج الهمينة كلها جاي تبدل شوف 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 كلها جاي تبدل بابا كلها محفرة ملخة بس هذا زيان همي الراجلة لما الريش والله ما عرفتيك لازم ألم الريش همي هذا كوه ليتمرضون آني قبطتهم لأن برد الجو رجع الجو احتر شوية بس خليتهم غطانين ما يخالف أوكي حبايب هذا كل اللي عدنا وياكم زيان والله قلت لكم اشتاقيت لكم وقلت ما قطعوا وياهم يعني ما عندي شي حتى قطعوا وياكم والعدنة قلت لكم ما قدر أغير يعني ما عندي فتشي يومية نزل فيديو يومية نزل فيديو يومية هسا ولدكم هم عنده قناة يقول مشاهدات قليلة ماكو مشاهدات ليش ليش ماكو تعليقات لأن نفس السبب نفس السبب اللي قلت لكم عليه إنه هو نفس الشي يومية نفس الشي يومية العالم يعني آني من الناس أحب إنه أشوف الطير يطير يتخابط أجي بطيور أصيدها شلو أنا أصيدها من أنزلها من أحودها من تقوم مرت الله يعني أتونس على هذا الموضوع أتونس حيل على هذا الموضوع فلما ماكو هذا الموضوع يعني أكو قسم كان عندهم قنوات يومية يصيد يومية يصيد العالم تتونس عليه شوف قناتها تصعد بس اللي ما عنده ما عنده شي يغير يعني نفس اليوم ذب لهم أكيل ذب لهم ما شنو أنقل ذوله جيب ذوله ركب ذوله ما تسوي واهس الشغلة ما تسوي واهس للمتابع المتابع يتشي يتونس يقضي وقته يتسلى يتشده الموضوع يشده يعني يتخاوط وتجي طيور تسحل طيور طيور راحة يعني هاي الوين سيما الحمر يعني بصراحة أقولكم أخوان الحمر مو مال قفص وتخليهم وظل يتراقبهم مو مال هاي الشغلة هاي الحمر مال شغلة إنه الطير تربي سعني عالموسم الجاي هذا الموسم بعد ما لحق أجور جنحة وهذه عالموسم الجاي هذول الافحي راح أسوي كلها الافحي المال راح أجور جنحة أجور جنحة أخفف أجور ثلاث رياش بثلاث رياش بس وهذا أفتح الباب شوف هذا هذا مسرح ينفتح هذا مشاي فيه انتوا باوع هذا مسرح ينفتح السراوي كوميان هالسراوي كوميان شوف هذا عبارة عن مسرح شوف شوف هذا مسرح ينفتح شوف فقلت تطلعهم يصعدون فوق يتقطقون يفترون ينزلون جو يرتاحون أنا ما أتفرج عليهم أتونس عليهم لأن مسرح كبير أطلعهم هنا مرتين ثلاثة يطلع الطير يشوف مكانه وصال هم جلدة فرخ هنا هم جلدة فرخ ف يعني ما أخاف عليهم جلدة فرخ هم فقط أطلعهم بس هس ما أقدر زيان لأن الوقت أول شي وقت صغر رح يجي الصغر اجي الصغر وهم ومرح يجي فسنت اللقب الخامس حتى عندهم هاي شوف رح أعلمهم أنا علمت الزواجل تذكرون شوف هذا هم هم يجي برج مع الزواجل فيجون يحطون هنان شوف راودكم ياها ينزل هنان ويطوب جوه بعد حتى ما خاف عليهم من الصغر ورح أعلمهم على الجوع يجي يطوب جوه فيتعلم يتعلم يعني هو مكانه هذا الحمر مكانه صار سنين هنان ماشي عبايب هذا كل اللي عندي وياكم ورب يوفقكم ويحفظكم ولا تحرمون من تعليقاتكم الحلوة ومشاركاتكم الحلوة يالله طورت عليكم الفيديو فيما الله اخوان فيما الله